اشتركوا في القناة وخمسة عشر عاما استشهد وأصيب خمسة آخرون إصابات مختلفة بانفجار لغم من زرعته البشيات الحوثية وذلك أثناء رعي الأغنام في منطقة الشعب الأحمر بشوكان بماوية وتم إسعاف الأطفال لتلقي العلاج ترأس محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اجتماعا لنجلة تقص الحقائق بحادثة ميدان الشهداء أثناء احتفالية مهرجان تعز العدي والذي ينظمه مكتب أثقاف واشدد شمسان على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بحق الجناة لينالوا جزاؤهم الرادع مؤكدا الحرص على أن تكون تعز نموذجية بمدنيتها وسلبيتها كما عرفت وفي الاجتماع استمع شمسان من اللجنة إلى نتائج التحقيقات الأولية والتي اتخذت جملة من القرارات الضامنة لتحقيق جدي ونزيه وشفافة يضع كل جهة وفرد أمام مسؤوليته فيما حدث كشف مواطنون في محافظة عمران رفاتا وهياكل عظمية لستة عشر شخصا كانت دفنتهم بلشيات الحوثي في كهف بمدرية حرف سفيان أثناء حربها مع القبائل في عام الفين وعشرة ولقت هذه الجريمة غضبا شعبيا واسعا وتنديدا من المنظمات الحقوقية والدولية وكما طالب ذوي الضحايا بفتح تحقيق دولي ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة والمذبح الإنسانية علما أن المواطنين عثروا على الهياكل العظمية وهي مربوطة اليدين وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بريك دعوة عاجلة لأبناء حضر موت للمشاركة في فعالية يوم الأرض والتي ستشهدها المحافظة يوم الجمعة القادم وقال بن بريك في تغريدات على تويتر نشد على أيديكم من أجل وحدة الصف وتعزيز اللحمة والترابط لحماية الأرض والعرض والوقوف ضد كل دعوات التجزئة ومشاريع التمزيق وخلق الفتن بين أبناء حضر موت من جهة وأبناء الجنوب من جهة أخرى أتنم جزي للقاء اشتركوا في القناة